السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو منتشر جدا وصحيت عليه الصبح هو فيديو محزن ومفجأ لبنت شابة صغيرة تطلع في الدور السادس في سيتي ستارز عندنا هنا في مصر وتقرر ان هي تنهي حياتها تقرر ان هي ترمي نفسها وتنتحر شاب اراد ان هو يوصل لها ويجري بالفعل وساعة وعمل اللي عليه لكن للأسف ما قدرش ينقذ حياتها هنا عايزين نتكلم عن الانتحار الانتحار يا جماعة من ابشع الزنوب اللي الانسان ممكن يقابل بها ربه الله عز وجل قال في سورة النساء ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمة وما يفعل ذلك عدوانا وظلمة فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ثم قال بعدها ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ابشع حاجة او من ابشع الحاجات اللي ممكن يقابل بها الانسان ربه ان يكون فرط في روحه اتل نفسه لان روحنا وانفسنا دي مش ملكنا دي نعمة ربنا وهبها لنا يبقى انا لما افرط فيها ابا انسان مفرط والله عز وجل يحاسبني حساب عسير لكن الامر التاني ان برضو المنتحر مش كافر يعني فيه اعتقاد سائد ان المنتحر ده كافر خالد في النار المنتحر مش كافر الله عز وجل قال ان الله لا يغفر ان يشرك به اللي يموت ومشرك ويغفر ما دون ذلك لما يشاء الامام مسلم في حديث عقده ان قاتل النفس ليس بكافر ان قاتل نفسه او ان المنتحرة ليس بكافر واللي عايز يرجع انا عامل فيديو عن الموضوع ده عن حكم المنتحر باستفادة ممكن يرجع له ويشوف الادلة والادلة المقابلة وده اعتقاد الجمهور واعتقاد اهل السنة والجماعة ان المنتحرة ليس بكافر عايز اوجه رسالة للشاب اللي حاول يوصل للبنت دي لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت فعلا قدر الله عز وجل نفس كلمة الله عز وجل لابد ان تحقق انت عملت اللي عليك لكن خلاص انت وصلت في الوقت المتأخر او الظروف كانت حائل قوي بينك وبينها لان البنت كانت بتأمن وبتراعي جدا انه محدش ياخد باله من اللي هي بتعمله الامر الرابع قبل ما تشتد على الكلام فيه على المنتحرة او كده لازم اعرف ظروفه دي واحدة انا سمعت ان هي جات من الصبح وكانت بتبكي فضلت تبكي 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 ولحد ما وصلت للقرار ده الله واعلم ظروفها النفسية ايه وظروفها العقلية ايه احنا مش بنقول الانتحار سهل او ان الموضوع بسيط لكن بنقول ان خلاص طالما المنتحر انتحر نسأل الله عز وجل ان يغفره له ونقول ان الانتحار ده شيء شنيع ونقول ان الامر كبير جد الامر الخامس بس ان الانتحار برضو مش حل لان انت مهما كنت بتغرب من حاجة كبيرة جدا في الدنيا انت مقبل على عذاب الله عز وجل ما تعتقدش ان المعاناة خلصت ده ممكن تكون المعاناة ابتدت من لحظة الانتحار المعاناة بكت على العموم اسأل الله عز وجل ان يغفر لها ويرحمها وان يرفع ما بنا وما بكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته